ده لازم هتلاقي الناس تتسائل يعني كيف يمكن ان تبقى قطر داخل الجامعة العربية ده طبعا قضية معقدة جدا لانه دايما في الجامعة العربية كانوا يتعملون بشعار الاستعاب يعني استوعب الجميع وخلي كل ده يحدث داخل البيت العربي علشان بعض هذه الدول لا تتجه الى خصومة يعني زي ايران وتركيا طب ما هي اتجهت بالفعل بالاضافة كمان الى انه شوفوا حجم الخلافات مع اكثر من دولة وحجم الدولة التي لحق بها الازى بسبب السياسات القطرية واحنا اكدنا مبارح انه لا يمكن لقطر ان تتخلى عن هذه السياسات تموت وتنتهي اذا تخلت عنها هي دولة صغيرة عشان تكبر لابد ان تناطح الكبار بهذا الشكل ويتبتدي تعبث في هذه الدول من خلال التحالف مع الجماعات الارهابية وده اللي قاله ممثل قطر انه يعني هي الاستقلالية او السيادة انك تلعب بالارهابيين بتوعي ضده اللي هم الارهابيين اللي بيستهدفوا هذه الدول بيتم التحالف معهم بشكله حيبقى ده سؤال يمكن انه يناقشه المتخصصون ما حدب بعد حيقولك تمهي سوريا لا يوجد لها مقعد في المقعدة خالية هل يمكن لقطر ان تستمر بهذا الشكل داخل البيت العربي ولا القضية حتظل قضية كمان معقدة ولا يمكن ان تناقش بهذا الشكل البحرين كمان من الدول اللي عانت بشدة ومازالت تعاني من قطر تحديدا البحرين كانوا كشفوا مجموعة من المستندات انه حتى قطر بتلعب في التجنيس بتاخد هالي السنة في البحرين تجنسهم بالجنسية القطرية علشان تعمل زعزعة في التركيبة السكانية تعافين التركيبة السكانية في البحرين شيعا وسنة وده بيخلي البعض يستخدم الورقة الطائفية في محاولة انه يشوف التركيبة الطائفية ازاي تكون لصالح الشيعة وإيران تستخدم هذه الورقة البحرين كانت اتهمتهم بوضوح بانهم لجأوا الى لعبة التجنيس وعندهم وصائق ومستندات بالاضافة الي انه كمان عندهم تسجيلات بين قادة قطر وبعض الشخصيات اللي بتثير الاترابات داخل البحرين اشتركوا في القناة